السلام عليكم و أهلا بكم في فيديو جديد و اليوم عنها جهاز جديد من شركة انفينيكس أعلنت شركة انفينيكس في الخارج بصورة رسمية عن هاتف انفينيكس نوت 12i2022 الجديد كليا والذي يأتي للمنافسة في الفئة الاقتصادية من الهواتف و كانت انفينيكس قد كشفت عن سلسلة انفينيكس نوت 12 الجديدة في الخارج و في هذا الفيديو سوف نعلي لكم سعر مواصفات هاتف انفينيكس نوت 12i2022 لكن قبل أن نبدأ اشترك في القناة إذا لم تكن مشترك وفعا خاصية الجرس ليصلك شارك كل فيديو نقوم بتنزيله موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وخامات الهاتف الخارجية بالكامل من البلاستيك يدعم الهاتف تركيب شريحة اتصال 4G مع كات ميمواري بحجم 2 تيرابايت يأتي الهاتف بشاشة من نوع AMOLED بحجم 6.7 بوصة بدقة 1080x2400 بيكسل وبجودة Full HD Plus مع كثافة البكسلات 393 بيكسل لكل بوصة ومعدل تحديث 60 هرتز الهاتف يأتي بمعالج من نوع MediaTek Helio G85 ثماني النواء مع دقة تصنيع المعالج 12 نارومتر والمعالج الرسومي هو Mali-G52 واجهة انفينيكس XOS 10.6 مبنية على نظام أندرويد 12 يأتي الهاتف بمساحة تخزين 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام أو 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام الرامات تأتي من نوع LPDDR4X كاميرا أمامية واحدة تأتي بدقة 8 ميجا بيكسل مع فتحة دساء 2 كاميرا خلفية مزدوجة الأساسية تأتي بدقة 50 ميجا بيكسل مع فتحة دساء 1.7 والثانية 2 ميجا بيكسل مع فتحة دساء 2.4 وهي مخصصة للعزل ويوجد عدسة مخصصة للذكاء الاصطناعي الكاميرا تدعم فلانش ليد رباعي وتدعم HDR والبانوراما وتصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطار في الثانية ويدعم الهاتف منفذة سماعة 3.5 ميلي متر مع سماعات الهاتف الخارجية ستيريو من DTS بصمة الإزمع موجودة على زر باور مع دعم الفيس أنالوك بطارية ليثيون بوليمر بحجم 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط عن طريق منفذ USB Type C ويأتي الهاتف بألوان الأسود والأبيض والأزرق تم تسعير الهاتف بشكل رسمي لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 150 دولار ولبقية الأسعار لدول العربية سوف تجدون أسفل هذا الفيديو يعتبر الهاتف ممتاز جدا في فئتها السعرية حيث يقدم الشاشة الأفضل في هذه الفئة السعرية مع المعالج الأقوى بالإضافة إلى دعم الشحن السريع وغيرها من المميزات ومنها السماعات السيريو وفي الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والإعجاب بالفيديو شكرا لكم على المشاهدة وأراكم في فيديو جديد في أمان الله